يا جماعة أنا أسأل الله سبحانه وتعالى وأنا صادق فيما أقول والله أنني أتمنى أن يأخذ الله أمانته وأموت اليوم قبل أن أرى النيران تشتعل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكة المكرمة أو في الحرمين أو في مقدساتنا هذا شيء يعني أي واحد يعني يتمنى الموت قبل أن يرى هذا الشيء المسألة أصبحت واضحة ما عادت خلص تخفى على أحد إحنا كنا سطحيين عندما كنا نقول حرب يعني صراع سني شيعي لا المسألة الآن قديح والله أني حرب إسلام وكفر إسلام وكفر وصل التفجير إلى جنب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أشعد باقي متى بايفهم والناس الآن السعودية يا جماعة هي حامية الإسلام والمسلمين لا بد أن نفهم هكذا حتى ذي حاقت على السعودية لازم يراجع حساباته مش وقت الحقدة الحين السعودية بعد سلمان شيء ثاني الآن السعودية هي حامية حمى الإسلام والمسلمين هي صمامة الأمان والتآمر الآن على السعودية ليس على السعودية كدولة وإنما على الإسلام ذاته على الإسلام ذاته التقارب الأمريكي الإيراني ما عاد خفية الآن قد واضح قد واضح قد وعلني قد وعلني لأضرار بالمملكة العربية السعودية ويعني كي ينالوا من الإسلام نفسه هذا التآمر الذي بتروه وتصوير أهل السنة على أنهم هم الأهل الرهابيين وصناعة داعش وعلى أن أهل السنة كلهم إرهابيين تفجيريين بينما الشيعة حمائم سلام ما سمعته شيعي يفجر نفسه هذا ضمن الخطة المدروسة من زمان الواضعين الأمريكان بالتحالف مع إيران لتوصيل الإسلام الصحيح الذي هو أنا وأنت السنيين نحن الإسلام الصحيح إيران مش مسلمة ولا هي مسلمة والله ما هم مسلمين وأنهم الآن أكثر من يضر الإسلام والمسلمين هم التآمر الآن أصبح واضح التآمر على السعودية هو على الإسلام ديفي قلبه شيء على السعودية خلي لا بعدين مش وقت الآن لكن عقلوه السنة الماضية هي حلقات حلقات متواصلة يعني يكمل صورة بصورة تتضح لك الصورة تماما التآمر الأمريكي الإيراني من زمان والتسهيل للحوثيين والشيعة في كل زمان وأمريكا تخذ الطرف عنهم بينما الإسلام السني محارب مشوه يشوهبه في كل مكان أيضا من ضمن الحرب على السعودية يشتري فهموا الناس على أنها ليست أهلا لإدارة الحرمين السعودية مش كاملة السعودية ليست لديها أهلية لإدارة الحرمين وحمايتهما هذا الكلام بدأ من التدافع المفتعل التدافع المفتعل الذي يحدث في كل سنة من الحج يأتوا حجاج إيرانيين مدربين على أنهم يثيروا الفتن ويا ربيك يا حسين وشعارات طائفية داخل بيت الله الحرام ثم يحصل تدافع ويحصل مشاكل في الحج ويحصل لغات ورفف وفسوق وثم يحصل مشاكل وهكذا وما حصل اليوم هو ضمن هذه الدائرة التفجيرات داخل الحرم حصل اليوم في جانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغدا سنرى في مكة وفي مساجد المملكة حتى يوصلوا رسالة للناس على أن السعودية ليست أهلا لإدارة الحرمين وبالتالي يجب سحب الحرمين من السعودية مش ضروري لأنهم في السعودية يديروهم آل سعود لا إذن تشكل اللجنة من المؤتمر الإسلامي وكذا وكذا ويبدأوا يشككوا كلها خطوات للنيل من السعودية باعتبارها الآن حامية حمل الإسلام رضي من رضي وأبا من أبا وأبناء السنة هذا لدى الأبناء السنة في عادهم مقفلين إصحوا إصحوا اليوم أقولها بكل صراحة والله ما يكره السعودية إلا منافق إلا منافق أو جاهل أو حاقد ما يكرهها واحد مؤمن أبدا ما يكرهها مؤمن هذا الأيام السعودية حامية حمل الإسلام والمسلمين ويجب أن نقف معها حبا لديننا وليس حبا للسعودية نفسها أنا أتمنى أن يفهم الناس افهموا قد التفجير بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم أشعد باقي والله أن الإيرانيين فرحين والله أن الحوثيين مبسوطين بهذا التفجير ويتمنوا أن تنهد الكعبة وتنهد المدينة وينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوا أبو بكر الراكد بجنب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر الذي يلعنوهم ليل ونهار اصحوا اصحوا يا أهل السنة اصحوا 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 اصحوا